تعتبر لجنة التعريف بالإسلام إحدى اللجان الإسلامية الهامة في البلاد ولها أنشطة عديدة في مجال هداية الجاليات غير المسلمة للدين الإسلامي وكذلك متابعتهم وتثقيفهم بعد إسلامهم أسمى اسمه من راج إلى محمد شاجي أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لجنة التعريف بالإسلام منارة في سماء الدعوة إلى الله تعالى ودعوة غير المسلمين للدخول في الدين الإسلامي الحنيف فلجنة التعريف بالإسلام في دولة الكويت حريصة على تعريف الجاليات الغير مسلمة بالإسلام في توزيع الكتيبات والنفرات الدعوية بجميع اللغات من خلال فروعها المنتشرة في الكويت بما يتجاوز 22 فرعا للجنة يعني لجنة التعريف بالإسلام هي أخذ